اشتركوا في القناة على مستوى الإناث والنامبي كونور شالكفيك في منافسة الذكور أنا سعيد للغاية بهذا التتويج لقد كانت مباراة قوية والمنافس في المباراة النهائية لعب جيد كانت المنافسة قوية في كل المباراة ومستوى الدوري كان جيدا والتنظيم أيضا كان ممتازا أنا فرحانة حتى شربحت اليوم كنا نعمل بزاف باش نحقق دي رجولتا وليومة ربحت هات لطورنوى ودونك أنا فرحانة ودبغا مش نحقق دوت رجولتا اللي حسن ومري نشكر للافيدراشون وطول الممبر جاولها اللي كعونونا بزاف في الزنترنمان في لطورنوى في الكينيس ترابي كنا كان نديرو دوريات ديالالكبر مرتاقنا نديرو دوري ديالالشبان يعني يباش يبانو ويلعبو هنا في المغرب كنا نجدو لهم جميع الكنديسيون باش يجيوا ويلعبوا في المغرب ويكونوا قدام الجمهور ديالهم ويكونوا حتى الشيح وكانوا إن شاء الله بعد هذه الجائحة الأمور غدا يتطور وهدو اللي دستدو هدو غدا نشوفهم إن شاء الله في المستوى العالمي إلى بغل الله لأنه حاليا يعني أنه العدد ديال الشبان في المئة الأولين عليهم ملك العلامي تفوقت في المباراة النهائية على آية العوني بمجموعتين دون رد تفاصيلهما ستة أربعة وستة ثلاثة فيما جاء تتويجو النامي بيكونور بفوزه على البرتغالي ديغو مورايس بمجموعتين لصفر تفاصيلهما ستة ثلاثة وستة ثلاثة الدوري كان جيدا بمشاركة لأبرز اللاعبين حاولت تقديم الأفضل في هذه المباراة النهائية كنت أريد الفوز لكن لم أتوفق شكرا للمنظمين على هذا الدوري وسعيد للمشاركة فيه مستوى كان جيدا كل شيء كان جيدا كما قلت لك فرحانة حتى رجعت بحالة كذن بعد واحد إصابة في رجلية وأتمنى أن نمشي بعيد هذا الدوري المنظم لأول مرة على ملاعب استاد المغربي تميز بمشاركة مكثفة للاعبي ولعبات كرة المضرب يمثلون 22 و30 دولة وأفرز مستوى تقني استحسنه المنظمون حاصلة تقنية ديالها الدوري الحمد لله كل شيء داز بخير على خير جاتنا تشتا والحمد لله هنا بجيغي الحمد لله وكل شيء داز بخير على خير المستوى ديال اللاعبي الأجانيب كان طالع ولمعاربة ديالنا تهوت بارك الله كان طالع واستفدوا من تجربة ديال المشاركين الأخرين الحمد لله فاد الدوري من بعد دوره في الجائحة تمكن استاد المغربي أنه يقوم بواحد الدوري في المستوى مشاركة مغربية جد مشرفة ربعادي لديه دمي فيناليست في وان غارسون في دمي فيناليست الحمد لله اللاعبين جونا من 30 دولة لأن كل شيء متعتش من بعد الجائحة كانت مشاركة قوية وكان مستوى قوي جدا جدا ونقدرون تشوفوا هات اللاعبين في المستقبل في دوريات القرانسلام هي إذن مدارس مختلفة من عالم الكرة الصفراء أعطت للممارسين الشباب المغاربة شحنة من الاحتكاك وجرعة أخرى من التجربة للرفع من سقف طموحاتهم بحثا عن التألق والألقاب في محطات مقبلة وفي ختام هذا الدوري الذي حضره رئيس الجامعة الملكية المغربية للتنيس فيصل عريشي تم توزيع الجوائز على المتوجين وتكريم عدة فعاليات رياضية ترجمة نانسي قنقر